أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف وأثار ترامب قضية منحي سلفه الرئيس السابق بارك أوباما الجائزة في العام 2009 وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات قائلا إنهم منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها